اذا اثناء عملية اختيار اسم المادة المفروض انه نحن نقوم بعرض البيانات هنا اثناء عملية الاختيار طبعا فيمكن انه نقوم بالاستفادة من الـ event الخاص في الـ combo box هذا اللي هو event التغيير edit text change select index change ويمكن انه احنا ايضا نستفاد من الـ event ونقوم بكتابة كل code في حدث الـ active الخاص في الـ form احنا طبعا راح نبدأ نكتبه داخل حدث الـ active حتى يكون جميع الـ code استفاد من جميع الامور موجودة عدنا يعني هنا عدنا عملية تحميل هنا عملية الاكمال التلقائي بعدها راح تجي عدنا ايش عملية عمل load بالنسبة للبيانات اللي موجودة عدنا اساسا فمبديا نحتاج الى تعريف يعني اسم الجدول اللي هو معرف عدنا سابقا من المشتريات ثم بعد ذلك ننزل لي الى الاسفل راح نبدي نقوم باسناد القيمة تابعا للقيمة اللي موجودة عدنا لي اه فايش راح نقل لي ايش راح نقل لي عدنا اوكي تي بي اسم الجدول تي بي بي بيو ار اوكي ايش راح يمثلك داتابيس دوت تي بي بي بيو ار اوكي دوت في البداية نحتاج انه نعمل عليه اه فقط يعني نقوم بعمل سي لاكس ضمن شرط اذا راح نقل لي ايش راح نقل لي وير اوكي نقوم بعمل اكس بحيث الاكس دوت بيو ار نيم اذا راح يكون لدينا هنا بيو ار اكس دوت الاكس بيو ار نيم بيو ار نيم اوكي راح يبدي يكون مطابق طبعا لي اه لان لا يكون عندك كونتنس انما هو راح يكون مطابق مئة بالمئة فهنا احنا راح يكون عندك مطابق مئة بالمئة لالت اكس دي اور ال ادي تيكس اوكي ادي تيكس نيم ضد تيكس اوكي لان في الاساس نحتاجه الى انه يكون ايش مطابق ادنا مئة بالمئة ار احنا راح نعمل select على elements او على صفاحة اذا نحتاج الى ايش نقل اهنا dot the first or default بالاساس لان احنا ايش دي نعمل select على رو واحد على صفاحة الان فقط اقوم باسناد البيانات بشكل مباشر فايش راح يقل اعدي تيكس تي او سلم or تيكس تي باي راح يمثل لي تي بي اا الجدول تي بي بي او ار دوت اا تي اكس تي اا هنا ايش عدنا راح تمثل لك السلم اوكي ثم بعد ذلك اقوم بتحويلها dot to string يعني في الاساس هذا ايش يستقبل عدنا يعني في الاساس هو string لكن احنا ارى ايش راح نقول له احنا اقوم بتغيير التكس طبعا ما نحتاج الى تغييره الى string باحتباره انه اصلا هو عدنا ايش عدنا string اذن هنا تي بي او ار دوت بي او ار دوت سيل عملية البيع اوكي نحتاج الى تعمل على string يعني هو في الاساس فلاوت فا نقوم بتكرار هذا العمل مع الحقول الثلاثة الاخرى الثاني اللي هو يمثل لك الشراء البيع اوكي اذن هنا نقوم بتحويله طبعا هنا عدنا البيع اوكي وهنا راح تمثلك الكمية تي اكس تي كيو تي وهنا راح تكون عندنا كيو تي اوكي فقط هذا نحتاج خلال عملية جلب البيانات الان جلبنا كل من البيانات الخاصة في السعر الشراء وسعر البيع وايضا الكمية اه نخلينا نعمل تسعة البرنامج حتى نشاهد هل هي تشتغل عندنا هذي او في مشاكل اذا كانت في مشاكل راح نرجع للكود التغيير يمكن انه نحتاج الى تغيير الى غير يعني في الاساس او يمكن انه نتركه مثل ما هم موجود عندنا نستفاد من الحدث الخاص في الفورم. كنا نتجي على المبيعات الان مبدئين عندنا في المشتريات. عندنا هنا المعلومات الخاصة في هذا تقريبا شبه كاملا تجعل المبيعات نقوم باضافة جديد. اوكي. الان طبعا باختياره للعنصر بشكل مبدي يقام بجلب البيانات الخاصة فيه. هنا عندك سعر الشراء. هنا عندنا سعر البيع. اضافة الى الكمية. لو ابدي اغير ابدي اختار غير الفون. اوكي. اه فنبدي باختيار الفون. مفروض انه يبدي يغير. اوكي. انتر. اه. في ادنى مشاكل. لو تلاحظ مدى مدى يغير اثناء عملية الاختيار. لو تلاحظ. اذا نحتاج الى تغيير الى الحدث يعني. الحد هذا ما راح يخدمنا خلال هذه العملية. فخلينا ننقل الكود الى الحدث الاختيار الخاص في الكمبو بوكس. اوكي. فخلينا اخذ الكود السابق مالتي. هذا هو الكود. اخذ اكس. ثم اتجه الى عمل الحدث الاختيار الخاص في هذه الكمبو بوكس. انقرأ عليه مرتين. طبعا بشكل تلقائي راح يعمل لك هناك اضع الكود فيه بشكل مباشر. انا اعمل على البرنامج. حتى نشاهد النتاج اذا فيه اشتغل عندنا وفيه مشاكل اخرى. الان طبعا بشكل تلقائي هو يبدي يختار الاختيار الاول يعني الاول. الان جلب للمعلومات بشكل صحيح ما في عدة اي مشكلة. لو بدي اختار اختيار الثاني اللي هو الفون. اوكي. بدي اختار عندك بشكل صحيح. اذا العملية تجري مع الحدث التغيير ومفروض انه نقوم بوضع داخل الحدث التغيير. طبعا حتى لا قمت بالاختيار الان. اوكي. تضغط على اوكي. فهو راح يبدي يتحسس ويبدي اختيار. بدأ حتى يعني بدون انه تقوم بعرض اللستة هنا. وتقوم بالاختيار فقط انه تكتب راح يبدي هو يعمل لك اكمال تلقائي وراح يبدي يعرض لك تفاصيل المادة.